موسيقى ودائما أصعد الله أوقاتكم بكل الخير إلى جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية في ثوبها الجديد لم تتغير المقاعد فحسبه لكن تغيرت الموضوعات والأجندة على طاولة الجلسة نتمنى أن نسير معا جلسات طيبة مليئة بالموضوعات متنوعة الفقرات أهلا بكم من جديد موسيقى نرحب بكم من جديد أبرز العناوين في جلسة اليوم موسيقى كيف تتصدى شركات قطاع الطيران لتداعيات فيروس كورونا وهل يكون الطيران الخاص هو الرابح موسيقى الثروات في منطقة الشرق الأوسط إلى أين الاتجاه موسيقى وفي جلسة الأعمال كم يجب أن تكون ثريا حتى تتمكن من تحمل تكاليف امتلاك عقار فاخر موسيقى أهلا بكم من جديد في أعمال وأخبار وفي قرار يمثل الخطوة الثانية في عملية إصلاح تدريجي للعملة بدأت في يناير كانون الثاني 2018 المغرب بتوسيع النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه إلى 5% من 2.5% في التاسع من مارس أذار وبحسب وزارة المالية فإن توسعة النطاق ستعزز قدرة اقتصاد المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تنافسيتها وفي قطاع التكنولوجيا الناشئة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن شركة بوتيكات الكويتية للتجارة الإلكترونية تجري محادثات مع بنوك لجمع ما بين 100 إلى 150 مليون دولار في آخر جولة تمويل لها مستفيدة من استثمارات سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وبحسب رويترز فإن الشركة كانت قد أعلنت العام الماضي أنها ضاعفت قيمتها إلى 500 مليون دولار بعد جمع تمويلات دون الكشف عن حجم الأموال التي تم جمعها في ذلك الحين شركات طيران عالمية علقت رحلاتها إلى دول عدة تشرفيها فيروس كورونا وفي هذا السياق أعلنت طيران الإمارات عن انتهاج سياسة إعفاء جديدة توفر للمسافرين مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي صدرت من تاريخ السابع من مارس آذار الجاري وحتى الحادي والثلاثين من هذا الشهر 2020 إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفيروس كوفيد 19 الإسم الذي أطلقته منظمة صحة العالمية على فيروس كورونا وتتيح هذه السياسة إمكانية تغيير تواريخ السفر دون تحمل أي رسوم تغيير للحجوزات وإعادة إصدار التذاكر الاتحاد للطيران من جانبها أكدت أنه فيما يتعلق بالمسافرين الذين يحملون تذاكر السفر صادرة في الإمارات بتاريخ الخامس من مارس آذار 2020 أو قبل هذا التاريخ والذين تلقوا توجيهات أو نصائح من الهيئات المحلية بعدم السفر من الإمارات حتى إشعار آخر يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم للسفر على متن الرحلات المغادرة حتى الخامس عشر من أبريل 2020 دون دفع رسوم تغيير الحجز المعتادة وفي سياق المتصل اخترحت الاتحاد على أفراد طاقم الضيافة الجوية إعادة النظر في تقديم إجازاتهم المدفوعة الأجر ليتم استخدامها خلال أبريل القادم عوضا عن استخدامها في وقت لاحق من هذا العام وفي ذات السياق تراجعت خسائر شركة الاتحاد للطيران الإماراتية خلال العام 2019 بنسبة 32% إلى 870 مليون دولار مقارنة ب2018 وتراجع إجمالي إرادات الشركة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 4.4% إلى 5 مليارات و600 مليون دولار يذكر أن الخسارة المسجلة في 2019 هي الرابعة على التوالي للشركة نبقى محلقين حيث تحولت فلاي دبي إلى الربحية خلال العام الماضي محاققة 198 مليون درهم أي ما يعادل نحو 54 مليون دولار مقابل خسائر بلقت قيمتها 160 مليون درهم في 2018 بالمقابل تراجعت عائدات الشركة على أساس سنوي خلال العام الماضي بنسبة 2.6% إلى 6 مليارات درهم كما وأبرمت الناقلة تسوية مؤقتة مع بوينغ بشأن التعويضات بسبب تعليق العمل بأسطول طائرات الشركة من طراز 737 ماكس إلى فيروس كورونا الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس ينال فيروس كورونا من قطاع طيران التجاري وسط توقعات بأن يسجل الطلب العالمي على السفر هذا العام أولا كما شلقه في 12 عاما مقابل انتعاش الفيروس القاتل وقد امتعشت أعمال شركات الطيران الخاص مع زيادة الطلب على رحلاتها المزيد في سياق هذا التقرير عصفة انتشار فيروس كورونا حول العالم هزت مواقع السفر والطيران وما بين مطارات شبه خالية ومقاعد طائرات خاوية سيناريوهات يمكن وصفها بالكارثية تنتظر القطاع فاتحاد النقل الجوي آياتا يتوقع أن ينال الفيروس من الطلب العالمي على السفر هذا العام ليسجل أولا كماش له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 فضلا عن خسائر تقارب الـ 113 مليار دولار في حال لم يتم السيطرة على الفيروس في وقت قريب وهو ما يعادل نحو 19% من أعمال القطاع المنعطف الدراماتيكي لأفاق الصناعة والذي تسبب به كورونا المفاجئ أدى إلى تخفيض عمليات وإرجاء رحلات الأمر الذي أربك شركة الطيران التجاري لكن على ما يبدو لصالح شركات الطيران الخاص على الأقل في الوقت الحالي فبحسب تقرير لرويترز فإن الطلب على الطائرات الخاصة شهد ارتفاعا ملحوظا من قبل من يستطيع تحمل التكاريف الباهظة لهذا النوع من الرحلات مدفوعا بارتفاع الخوف من الفيروس حجم سوق الطيران الخاص العالمي بحسب تقرير بلغ ما يقارب 15 مليار دولار في 2019 وبمعدل نمو سنوي نسبته 3.6% فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق 16 مليار دولار بحلول عام 2030 ونبحث في هذا الموضوع معنا هنا في الأستوديو السيد عادي المرديني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتكس أهلا وسهلا معنا ويعني لا شك في أنه 60 يوم على فيروس كورونا لكن هذا الفيروس يحدث تغييرات وتحولات كثيرة في العالم من ضمنها مثلا الاتجاه إلى الطيران غير التجاري الطيران الخاص باعتباره يوفر ظروف أكثر أمنا هل هو كذلك؟ طبعا السفر في الطيران الخاص هو شيء مختلف تماما سفر في الطيران كوميرشال للسل التجاري أنه أنت تعب الخروج الدخول والخروج إلى المطار هو يكون عن طريق برايفت ترميل مش كوميرشال ترميل زي المطارات الدولية بالإضافة لذلك أنه في الطائرة سيكون في عدد أشخاص محدد مساجر الطائرة هو يحدد من يكون مع الطائرة لاحظنا بالقوين الأخيرة بالستين يوم الماضين ازدياد في عدد الطائرات طلبة طائران خاص خاصة في دول مثل الصين أو إيطاليا مثلا في الصين وجدنا زيادة حوالي 150% خلال 60 يوم الماضي مقابل إيطاليا وجدنا 125% زيادة على طلبات طائرات المغادرة من إيطاليا إلى خارج إيطاليا أو خارج الصين نعم نحن لا نريد أن نستسني من يمتلك المال عن الأشخاص العاديين ولكن هذه الحياة بشكلها وتفاصيلها إلى أي مدى يسهم ذلك في إحداث تحولات حتى في أسعار الطيران الخاص حتى يتبادل إلى ذهن أن الطيران الخاص ربما هو باهظ التكاليف لا شك أنه هذا الطلب المتواجد على الطيران الخاص أول شيء لاحظنا على شركات طيران بشكل عامل خاص لم تستغل هذه الفرصة لترفع أسعار أبقت الأسعار كما هي بالعكس وجدنا أن بعض الشركات تساعد خاصة في مناطق مثل إيطاليا أو الصين أو سنجابور أو تايلان تساعد أي ناس يغادرون من هذا ولكن ما وجدنا ارتفاع في الأسعار أبدا بالعكس وجدنا مساعدة من جميع الشركات وحسوا بالمسؤولية المترتبة عليهم في هذه الظروف نعم ماذا عن حجم هذه الصناعة صناعة الطيران الخاص في المنطقة إلى أي مدهية قابلة للتطور والنمو حتى في ظل هذه الأجواء أو غيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حوالي 700 طائرة خاصة متواجدة في هذه المنطقة والمتوقعات من هنا عشر سنوات قادمة ستحصل منطقة على 700 طائرة خاصة جديدة المنطقة في ازدهار وتقدم بين نسبة طيران الخاص والبنية التحتية الموجودة في المنطقة خاصة في شمال أفريقيا الحالي والمستقبل التي تساعد لعمل طيران الخاصة نوجد في الخليج العربي مثلا مثل دبي أنشأوا مطار تاني في السعودية زيادة البنية التحتية في عمام بناء مطار جديد في الكويت في البحرين في تطور ملحوظ ببناء البنية التحتية والإيكو سيستم الذي يساعد من الطيران الخاص هذا الشيء سنرى في السنوات القادمة جيد يتبادل إلى أثار الكثيرين أن الطائرة الخاصة هي طائرة يستاجرها أحد الأثرياء أو إلا ما ذلك هل تغير هذا المفهوم هل هناك أحيانا حلول مبتكرة حتى يستطيع أشخاص لا أقول عاديين بمقداراتهم المادية ولكن يستطيعوا على أقل تقدير أن يلبوا هذا الطلب طبعا وجدنا في الآوين الأخير في السنوات الثلاثة الماضية في تطور جديد باستعمال طائرات خاصة وصارت طائرات تباع أحيانا ملكية مشاركة أو تباع حسب السيد وجدنا هذا التطور وهذا حاليا موجود أكثر هذا الكونسيبت موجود في نواة التحليل الأمريكية بالشكل معتمد وأساسي بدأ هذا الشيء انتشر في أوروبا توقعنا في المنطقة لسه هذا الكونسيبت جديد توقعنا يكون أكثر مرونة في السنوات القادمة نعم ومألوف بشكل أكبر جيد دعنا نتحدث عن الطيران الخاص بمفهومه الأشمل يعني مقارنة بين هذه المنطقة وبينما يحدث في العالم هل تجد ثم التقارب ربما في شكل الأداء والتطور مثلهم مثل الطيران الاقتصادي مثلا الذي نجده منتشر في أوروبا وامريكا بشكل كبير والمنطقة هنا بحاجة إلى المزيد نحن نتكلم عن الطيران الخاص طبعا 65% من الطيران الخاص في العالم موجود في الواد التحليل الملكية وهذا أكبر سوء في العالم وفي الواد التحليل الملكية صحيح بعدين منهم يجلسون الأوروبي حوالي 27% والباقي متوجه حول العالم دائما التوجه أحد الأسباب الأساسية لتطور الطيران الخاص في أمريكا في الواد التحليل الملكية وجود البنية التحتية وجود المطارات أكثر من ألف المطار في الواد التحليل الملكية تخدم جميع الطيرات الخاصة هذا الذي يجعل العمل والزيادة صناعة الطيران الخاص أكبر موجودة في هذه المنطقة أنا أتوقع المنطقة بحاجة إلى استثمارات أكثر في البنية التحتية لنمو الطيران الخاص قطاع الطيران بشكل عام يتأثر نتيجة للظروف الحالية التي يفرضها فيروس كورونا بطبيعة الحال ونحن قلنا نتحدث في مبتدر هذا الحوار أن الطيران الخاص ربما يسجل نمو أكبر في هذا الاتجاه باعتباره الأكثر تحصينا لكن هل تم تأثيرات سلبية عامة لهذا الفيروس طبعا التأثير السلبي الوحيد الذي وجدنا في هذا الموضوع أنه جميع أصحاب الطائرات الخاصة أو مستأجرين الذين كانوا حاجزين رحلات بغرض العطلة أو غرض عائلية تم ألغاء هذه الرحلات أبطر رجال أعمال رحلاتهم المقرر لجدولة الأعمال على ما هي لكن كل شيء رحلات بسبب العطلات والغيات أثر سلبا على هذا النوع من الرحلات سفر طائران خاص إما بقصد أو بقصد البزنس كل شيء لجدولة يقل اليوم لدينا البزنس لكن وجدنا شريحة تانية من الرجال الأعمال الذين كانوا يسافرون في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال الآن يسافرون في الطائرات الخاصة بهذا النقص أو هذا النقص بالكورونا فيروس بالنسبة لجدولة عوضوا سفر رجال الأعمال اللي كانوا يسافرون في برس كلاس وبرزنس كلاس في الطائران الخاص جيد أنا أشكرك ضيفي هنا في السوديو السيد عادل المارديني المؤسس والرئيس التنفيذ لشركة جيتكس شكرا لكل هذه الإضافات والمعلومات الثرى الجلسة لازالت تواصل الإنعقاد في سيئن بيسي عربية فيها بعض الفاصلة هل ينجو قطاع توصيل الطعام من فيروس كورونا أحدثت تطبيقات توصيل الطعام عبر الإنترنت تغييرات جذرية في صناعة الأغذية العالمية وتشير التوقعات إلى نمو حجم سوق توصيل الطعام عالميا ليتجاوز 194 مليار دولار بحلول العام 2024 نتابع المزيد في هذا التقرير لا بد أنك قد طلبت طعامك على الأقل مرة واحدة هذا الشهر عبر الإنترنت وبالتأكيد فإنك لاحظت وجود دراجات لأكثر من وكيل توصيل طعام يتجول على الطريق وبالتالي فإنه لا ينبغي أن تتفاجأ إن علمت أن سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت سيصل إلى 164 مليار دولار بحلول عام 2024 فبحسب تقرير بحثي لشركة إيمارك المتخصصة في أبحاث السوق فإن سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت حقق 84 مليار دولار في عام 2018 وسيواصل النمو بمعدل انتراكمي نسبته 14% تستأثر آسيا من هذا النمو بحصة الأسد البالغة 55% من السوق العالمية مدفوعة بارتفاع شهية التنين الصيني حيث سجلت الصين وحدها أكثر من 34 مليار دولار من إيرادات توصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت في عام 2018 تغييرات جذرية على قطاع المطاعم وصناعة الأغذية العالمي أحدثتها طفرة تطبيقات توصيل الطعام تغييرات بدأت بنقرة مقابل نسبة من فاتورة مبيعات المطعم تحصل عليها شركات التوصيل وتتجاوز في بعض الأحيان نسبة 30% وبحسب تقرير لبزنس ستراتيجي أند انفوييشن جروب فإن نجاح شركات توصيل الأغذية من حيث التواجد وتعزيز تنافسيتها مرتبط إلى حد كبير بحجم الاستثمارات التي يتم ضخها في تلك الشركات ففي عام 2018 تم ضخ 9 مليارات وستمائة مليون دولار في هذه الشركات 60% من هذه الاستثمارات تلقتها الشركات في آسيا لكن بالمقابل ورغم العوائد والاستثمارات الضخمة فإن عوامل عدة كعدم قدرة شركات التوصيل على ضمان جودة المنتج وثغرات الأمن السبراني المتعلقة بالمدفوعات الرقمية تجعل من القدرة على تحقيق الربحية التحدي الأصعب وفي هذا السياق بعنا هنا في الاستوديو السيد توماسو رودريغز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات أهلا وسهلا بك معنا بدأنا نتحدث عن الآلية التي تعمل بها مثل هذه التطبيقات بشكل عام طلبات هي شركة عمرها 16 عاما تأسست في الكويت عام 2004 وهي قصة نجاح على المستوى الإقليمي بعد إذي بدء نحن شركة لديها مجموعة واسعة من خدمات توصيل الطعام في المنطقة وهي عبارة عن تطبيق تستطيع من خلاله أن تطلب الطعام أو أكثر وأن يوصل إليك في منزلك لدينا أكثر من 3000 موظف في المنطقة وأنا فخور بالقول إننا واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا وشركات توصيل الطعام التكنولوجيا في العالم نعم إذن من خلالك نود أن نلقي بعض الضوء على صناعة الأغذية عموما في المنطقة كيف تسير وإلى أي مدى إعمال التكنولوجيا أصبح ظاهرا في ذلك توصيل الطعام هو من القطاعات التي ازدهرت في السنوات القليلة الماضية فعلى الرغم من أن الشركة عمرها 16 عاما في المنطقة اليوم رأينا العام الماضي نموا برقم ثلاثة خانات أو أكثر في أسواق أخرى حتى اليوم نحن أمام تجربة جديدة بالنسبة للمطاعم وشركائنا من المطاعم لأن افتتاح المطاعم في المتقابات أصعب بسبب المنافسة وأيضا بسبب صعوبة الأوضاع ونحن كشركاء هؤلاء الشركاء يعملون مع شركة طلبات لتساعدهم في توصيل طعامهم في المقابل شركة طلبات تقدم لهم الكثير من الآراء عبر تحليل البيانات الأرقام في هذا الاتجاه بشكل عام تشير إلى مليارات الدولارات من الممكن أن يحدث فيها قفزات في النمو لهذه الصناعة صناعة التوصيل والديليفري والطلبيات من خلال شركتكم نستطيع أيضا أن نقرأ هذا الواقع أنت واحدة من الشركات المنافسة في هذا الإطار ما هي توقعاتكم وحجم إراداتكم نحن في البدايات وسنشهد المزيد من النمو في السنوات المقبلة وليس فقط من خلال توصيل الطعام فتوصيل الطعام هو قمة جبل الجليل لأن هناك الكثير من الخدمات الأخرى التي ستظر في اقتصاد الطلب أحدها هو المتاجر السوداء أو دارك ستورز وهو عبارة عن متجر بقالة فقط للتوصيل ليس هناك مبنى فعلي تذهب إليه بل أن تطلب من طلبات دايلي ومنتجات بقالة تصليك في ربع ساعة وبالتالي توصيل الطعام هو مجرد البداية وهناك أمور أخرى نطرحها هي في الطريق حاليا نعم سيد توماسو لا أود أن أقول مصائب قوم عند قوم فوائد كورونا مصيبة عالمية كلنا نتمنى زوالها ولكن هناك فرص أيضا في الأزمات البعض يتخيل أن شركات توصيل الغذاء في مثل هذه الأجواء التي نعيشها الآن في كورونا من الممكن أن تؤثر إيجابا على هذا العمل بطبيعة الحال مثلها مثل شركات الخدمة المنزلية التلفزيونية الآن تشهد بعض الانتعاش لأن الجلوس أحيانا في المنازل أكثر إلى أي مدى من أن تتوقع أن ينعكد ذلك إيجابا ربما على هذا النوع من الخدمة ضمن هذه الأوضاع الجانب الأهم بالنسبة لنا هو الأمان سلامة زبائننا وسلامة سائقين وسلامة شركائنا من المطاعم الخبر السار هو أننا عملنا على خطة منذ يناير كانون الثاني نحن لم نأخذ على حين غر وإنما عملنا مع السلطات والحكومات المحلية في مختلف البلدان التي نعمل فيها ومع شركائنا لضمان أقصى درجات السلامة والأمان والصحة بالنسبة للجميع نحن على شراكة مع يونيليفر لتوفير معاقمات لايف بوي لكل السائقين والأرقام لها مرتبة ثانوية لكن من خلال تقديم أفضل معايير نحن نريد للناس أن يثقوا بالطلبات التي يقدمونها عبر برنامج أو تطبيق طلبات وهناك أمر مهم فكما قلت هناك أشخاص أكثر سيطلبون الطعام ليوصل إليهم واجبنا كشركة هو أن نساعدهم وأن نساعد الأشخاص الذين في هذه الحالة نحن نتنازل عن الرسوم التوصيل وهي مجانية في بعض المناطق ذات الوضع الخاص ونحاول تقديم الدعم في هذا الظرف الصعب للجميع جيد سيد توماسو رودريغز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات شكرا جزيلا لك هذا عن توصيل الطعام إلى الزبائن ولكن يقولون بأن توصيل الطعام إلى قلب الرجل لا تقدر عليه إلا المرأة التي تفوقت في البيت وتفوقت في ذات القدر أيضا في العمل ونحن نحييها وهي تحتفي ونحتفل بطبيعة الحال باليوم العالمي للمرأة أعمالهن واحدة من الفقرات الجديدة التي ستطل عبر جلسة الأعمال ونصلت ونلقي فيها الضوء على إنجازات عالمهن أعمالهن لهذا الأسبوع من الإمارات يستضيف أسيدة فريدة العواضي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات أهلا بك سيدة فريدة إلى أي حد تعتقدين أنك استطعت إدخال تغييرات على مجتمع الأعمال الإماراتي أعتقد اليوم لو ننظر لبداياتي أنا بديت النشاط في بجالي في التصميم الداخلي سنة 1989 طبعا دبي كانت غير دبي المرأة في وقتها كانت نوعا ما محصورة بين مجال تواجدها في المدارس في التعليم وقليل جدا من السيدات كانوا في المصارف اللي هو متخصصة للسيدات فتواجدها كان محدود في المجتمع أعتقد أن وجودي في عملي الخاص وبالذات في التصميم الداخلي أعطى بعد آخر للمرأة ولأهدافها إنها كيف تقدر تطلع من القوقع أو من المجال اللي هي فيه إلى المجالات الأخرى بدون شك لاحظت أنا وهذا من الفيدباك اللي حصلت من طالبات أو سيدات بدأنا أعمالهم بروحهم بعد فترة دائما كانوا يوم يشوفوني في مؤتمرات أو في الجامعات أو شي يقولوا لي أن أنت عطيتنا الأمل أن نحن نبتدي ونبتدي عملنا الخاص سواء كان في مجال التصميم أو في مجال الأثاث أو في مجال مجالات أخرى كيف دعمت مجتمع ريادة الأعمال أو الستارتابس وهل تخطيت حدود البحث عن مصدر لتمويلها إلى حدود تمكينة داخل المجتمع اليوم في طرق كثيرة صراحة وهذا طبعا تمكينها داخل فيه أشياء كثيرة من ضمن هذا دائما نسمع المرأة تتكلم عن التمويل نعم التمويل شيء مهم جدا ومن الضروريات لكن أنا بقول إلى جانب التمكين المالي لازم يكون في التمكين المعنوي والتمكين من ناحية مثل ما قلنا من قبل المعرفة بالمجال التي تدخل فيها التمكين الإداري لأن اليوم عشان المرأة تكون متفوقة وتكون متمكنة في النشاط التي تدخلها لازم تكون على درجة عارية من الوعي ومن المعرفة ليس فقط في تخصصها ولكن في كل أمور الإدارية التي تتوظف الناس لكي يعملون لها وهذه دائما من نقاط الضعف التي لاحظتها خلال هذه السنين لدى سيدات الأعمال هم متمكنين في تخصصهم لكن غير متمكنين في الأمور الإدارية والتي مهمة جدا في توسع عملها أو نشاطها وفي تعاملها مع المجتمع الإماراتي العالم الأعمال في داخل الإمارات أو خارجة وما هو حجم استفادتك من دعم الحكومة لدور المرأة في الإمارات وخاصة في ظل وجود مجلس التوازن بين الجنسين الحكومة منقصرة بس أعتقد إحنا اليوم واجبنا دائما عساس اليوم الحكومة تأدي واجبها على أفضل وجه أتمنى دائما أنهم يرجعون لأصحاب المصلحة لأن اليوم نظرة الموظف للأمور غير من نظرة الشخص الذي هو قائم على هالأشياء غير اليوم دائما أنظر لمسألة مهمة في الجامعة عندك بروفزورية يعلمون علوم الإدارة لو جبنا هال متخصصين الذين يتكلمون على الإدارة لكن كلامهم نظري ونجيبهم في سوق العمل أعتقد نجاحهم في هذا السوق سيكون قليل جدا ونسبة نجاحهم ضئيلة لكن لو جبنا البروفزورية أو الذين يدرسون وهم لهم خبر عملية في عالم الأعمال إلى جانب التدريس سيكون أفضل مثال لسن القوانين ولمعرفة ما هذا الشخص يحتاج وما سوق يحتاج لهذا السبب أتمنى من الدوائر الحكومية أولا أشكرهم على جهودهم الجبارة لدعم المرأة في هذا الشيء لكن أتمنى أنهم دائما يضعون أن المسألة ليس فقط نظريات وليس فقط أرقام وأشياءهم يفكرون لا يرجعون لأصحاب المهنة ويدخلونهم في الدراسات التي يفعلونها ويدخلونهم في المناقشات التي يفعلها عشان يعرفون عن كبث وعن قرب احتياجات هذه الجماعة أو هذه المجموعة أنتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل هل يلجأ المصريون للإدخار في الذهب؟ مع ارتفاع أسعار الذهب تبينت أراء الشارع في مصر حول جدوى الاستثمار في المعدن الأصفر أو الذهب فالبعض يراه زينة وخزينة وادخار قابل للتسييل إلى نقود في أي وقت إضافة إلى المكاسب التي تحققها أسعاره مؤخرا بينما يرى البعض الآخر أن ادخار الأموال في البنوك يعد أكثر أمنا ويضاف إليه العائد الثابت الذي قد لا يتحقق من الذهب في حال تراجع وانخفاض أسعاره ما بين هذا وذاك دعونا نتابع أحطها في البنك طبعا البنك أفضل وأحسن من البيت وأحسن كمان من الدهب الدهب ممكن يتسيري لا أشتري بذهب ميني هتشيك وهلبس ذهب أو هلبس مثلا المدام أو أولادي وفي نفس الوقت الدهب يعلم يعني يزيد ما يقلش لا أنا حب أحطه بالذهب النهاردة بمبلغ بكرة بمبلغ وكل يوم بسعر فأكيد هنا أحسن وبعدين في البيت موجود في أي وقت مش هروح بانك أو أخرى حاجة في أي وقت ممكن أخذه لا الدهب مش استثمار الدهب دهب مرة في العالي ومرة في النازل لكن إن لو حطيت فلوسي في البنك حقدر أخذ منها ريع أصرف أصرف منه فيه ناس أصلا بتستثمر فلوسها علشان خاطر مثلا تجيب بها حاجات تجيب بها مواشي تجيب بها كذا تجيب بها كذا لا إحنا عايزين حضرتك نحط الحاجة دي في البنك على أساس إن احنا أصلا نستفيد بها وفي نفس الوقت هم محافظين عليه ولو واحتجتها في أي وقت بتلاقيها لو السنة اللي فاتت كنت أحطه في البنك لكن لو السنة دي بقى لازم أجيب دهب عشان سعر الفايدة نزل كتير كان زمان 18% أو 20% دلوقتي بقى حوالي 9% بس هجيب بيه دهب أكيد لوعة لأن الدهب جيمته فيه زي العقار بالزبط وبعد كده مش بيخسر يعني السعر الفايدة مختلف ودايما بينزل ولأسعار متقطقل طبعا سعر الدهب بالنسبة لي بيزيد وبالنسبة لي أحسن من البنك بيّن استطلاع أجرته أرنست أنديونغ أن 23% من عملاء إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط يعتزمون نقل أصولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة المزيد في هذا التقرير أزمات اقتصادية وجيوسياسية مرت بها منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية جميعها أثرت على استثمارات رجال الأعمال وشركاتهم ولكن عام 2019 تحديدا بأزماته الاقتصادية ضغط ليس على سكان المنطقة بعامتهم بل أيضا على رجال الأعمال واستثماراتهم فبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الأزمة الاقتصادية هذه طالت أثرياء الشرق الأوسط إذ تقلص مجموع ثروتهم بحوالي 5% ليبلغ أكثر من 191 مليار دولار مقارنة بنحو 200 مليار ونصف المليار دولار في العام 2018 وهذا كان له انعكاساته السلبية على رجال الأعمال في جميع دول المنطقة ومنها السعودية خروج روس الأموال من أي اقتصاديات يعتبر عامل سلبي هذا الخروج ربما يكون هو نتيجة خبرات لهذه القطاعات في بيئة معينة ربما يكون عدم وجود الأنظمة والقوانين وعدم وجود التسهيلات والتنافسية واستقطاب المشاريع والشركات الرائدة في بعض المجالات من جهة أخرى بيّن استطلاع رأي عالمي أعدته إرنست أن يونغ أن 23% من عملاء إدارة الثروات في منطقة شرق الأوسط يعتزمون نقر أصولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة بينما قام 50% من أولئك العملاء بالفعل بنقل أصولهم إلى مزودي إدارة ثروات آخرين في السنوات الثلاث الماضية وبحسب إرنست ويونغ فإن 53% من عملاء أنشطة إدارة الثروات في المنطقة يولون مزيدا من الأهمية للذكاء الرقمي ويثير هذا الموضوع تحديدا الحديث عن الأنشطة الاستثمارية لرجال الأعمال وثرواتهم في المملكة والمنطقة عامة والحاجة لبيئة محفزة للاستثمار ويبقى رأس المال جبانا كما يقال في حين يستمر بحث الرجال الأعمال عن التقنيات وكل ما يساعدهم على تقليل تكاليف إدارة أموالهم وهو ما سيغير نمط أعمال إدارة الثروات وشكلها مستقبلا نتابع ذلك معي من القاهرة الدكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للبرامج الإنمائي للأمم المتحدة أهلا وسهلا بك دكتور تحياتنا ودعنا نتحدث عن هذه الظروف والملابسات التي أدت إلى العملاء واستجعلت فيهم ربما الخوف والرغبة في التحول إلى مزودي خدمة جديد لإدارة ثرواتهم في المنطقة في الشرق الأوسط هل هذه المخاوف موضوعية ومبررة في تقديرك أهلا وسهلا ومرحبا صدقنا العزيز وأهلا وسهلا بالسادة المتابعين والمشاهدين نعم ولأني وعدت أن أكون مختصرا في إجاباتي وأكد على ذلك هذه كلها مخاوف مبررة ومن يستعرض الأحداث التي مرت بها 2019 سيجد العديد من الأزمات على كافة الأصعيدة أو على العديد من الأصعيدة تدفع رجل الأعمال أكثر من مرة إلى إعادة حساباته وأكثر من مرة للمخاطرة وكلنا يعلم أن رأس المال بطبيعته جبان ويبحث عن الأمان ويبحث أيضا عن الاستقرار النسبي والاستدامة لذا أي أزمات تحدث في الأسواق تحدث في نموذج العرض والطلب أو في آليات العرض والطلب ستؤثر بالسلب على رجال الأعمال أؤكد أن هذا مبرر وله ما يبرره وأنا أعظر رجال الأعمال وكلنا حتى على مستوى المحللين الاقتصاديين نجد صعوبة كبيرة في استقراء الوضع الراهن في حجم الأزمات المتكرر والمشاهد ليس فقط في المنطقة إنما على مستوى الصعيد العالم نعم وحال لسان حال هؤلاء المقدمين للخدمة يقول لا يصلح العطار ما أفسده ربما الدهر في إشارة ربما لبعض القصور في هذه الأعمال نفسها وطريقة إدارتها وتدخل أحيانا أصحاب هذه الأعمال في العمل الإداري بعيدا عن الحوكم وكل هذه التفاصيل هل وجهة الرادر هذه أيضا فيها شيء من الصحة؟ نعم على المستوى الداخلي إذا أردنا أن نحلل المخاطر التي تتحيط بأي نموذج عمل أي بيزنس موديل في الدنيا ستتعرض لعين رئيسين من المخاطر النوع الأول المخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية المخاطر الداخلية على رأسها قطعا زي ما سعدتك قولت الافتقار للحوكمة والافتقار إلى ما يسمى بالهيكل الواضح لمنظومة اتخاذ القرار في البزنس موديل نفسه في نموذج العمل نفسه هذا بالقطع يؤثر على أو التدخلات أو إذا كان العمل نفسه بحكومه مفهوم خلينا نسميه الفاميلي بزنس كونسبت أكثر أو مفهوم بالأعمال العائلية اللي بيستطر فيها صاحب الحلال أو صاحب المال على القرار بشكل ربما فيه شيء من الانفراد وبالتالي يؤثر على المنظومة ككل ولكن في تقدير ما يحدث الآن أستاذنا الكريم دكتور الطيب أنه لا يتأثر كثيرا مع أهمياتها ومع الأتراب بأهمياتها ولكنه لا يتأثر كثيرا بالعوامل الداخلية بقدر تأثره بالعوامل الخارجية لأنها مشكلات ضخمة في الطلب العالمي وما يحدث الآن رأينا كلنا هذا الصلاح ما حدث في الأسواق العالمية وكلها أمور تقع ضمن الفورس مجور إذا جاز التعبير أو القوى القاهرة التي لا تجعل لرجل الأعمال خيارات كثيرة في التصرف أو في اتخاذ القرار لذا أنا أرجح أن العوامل الخارجية أكثر تأثيرا من العوامل الداخلية التي تتحكم في اتخاذ القرار جيد جيد أشكرك على هذه الإجابة دكتور فيما يتعلق أيضا بالتقرير لأرمستان يونج الذي يشير أيضا إلى اتجاه ربما أصحاب هذه الأصول إلى التكنولوجيا وهو اتجاه مبرر حسب ما تفرضه التكنولوجيا من واقع جديد معاش في المنطقة إلى أي مدى من الممكن أن يكون ذلك حل خاصة أنه يتجه إلى الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك من هذه التفاصيل التي تختصر الجهد والمشوار أرى ذلك أيضا أمرا طبيعيا ولعل اسمح لي أن أنصح بنصيحة ربما لأنني أنصحها لأولادي وأنصحها الأبناء حتى في الجامعة إذا ما كنت محاضرا لهم أبحث دائما في المستقبل عن المهن التي لا تتقادم التي لا يحدث لها تقادم هذه المهن يحكمها العوامل التي تتحكم في مستقبل العالم مستقبل العالم يتحكم سيد العزيز فيه الاتصالات بشكل رئيس أو ما يسمى يمكن تسميته بتكنولوجيا أو الإنترنت of things والآي أو تي والأي آي أو الارتفيشيال انتليجنس التكاءل الصناعي هما المحوران الرئيسان اللذاني سيقوم عليهم عالم المستقبل لذا أنصح بشدة كل المهتمين بتربية أبنائهم أو بتوجيههم إلى هذه المنطقة من العالم عودة إلى سؤال ساعدتك نعم أوافق على ذلك وأوافق على أن رجال الأعمال الآن يبذلون أكثر أو قدر كبير من الثروة ويتم توجيه لهذه المنطقتين لأنهم المنطقتين زي ما قلت الحضائك اللي هيتحكموا في العالم وخلي بالحضراتك لو رجعنا لفلسفة البلوكتشين أو فلسفة إدارة نماذج الأعمال كلها ستعتمد في الأساس على مفهوم التكنولوجيا فأنا أتخيل أن الاقتصاد العالمي ستحكمه التكنولوجيا في المستقبل وبالتالي كل الأدوات التكنولوجيا التي تطوع نماذج الأعمال وفقا لهذه الرؤية ستكون ناجحة في المستقبل وربما تمثل مخرجا إذا كانت هذه الإجابة على تساول حضرتك نعم ربما تمثل مخرجا للأزمة الحالية شرط أن الطلب الفعال يتم تنشيطه وبالتالي دور الطبق الوسطى لا بد أن يعاد النظر فيه لا بد أن يعاد تعم الطبق الوسطى على مستوى لا أتحدث الشرق الأوسط ولا الأقليم فقط ولكن على مستوى كل اقتصادات العالم الطبق الوسطى تتآكل وهذا ينذر بانهيار النظام الرأسمالي ككل الدكتور باسم حشاد الخبيل الاقتصادي والاستشاري الدولي للبرامج الإنمائي للأمم المتحدة أشكرك دائما إجابتك تحتشد بالفائدة شكرا جزيلا لك كنت معنا من القاهرة أنتم لازلتم معنا تتابعون جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية نتابع فيها بعض الفاصل الأونتاد تحذر نقص المكونات الصناعية الصينية بتقويض التجارة العالمية نرحب بكم من جديد وكورونا بطبيعة الحال تفرض واقعا جديدا على المشهد وباتت تداعيات هذا الفيروس تشكل صدمة للاختصاد العالمي في ظل تعطل نشاط المصانع الصينية وقالت وكالة الأونتاد التابعة للأمم المتحدة إن صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية للمنتجات تتراوح ما بين السيارات إلى الهواتف الخلوية من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير الماضي وهما يكلف دول أخرى وصناعاتها نحو 50 مليار دولار الشقق الفاخرة قطاع يختصر ربما على الأثرياء فقط البعض يعتبرها رفاهية ومدعى والبعض الآخر يستثمر فيها لكنه يبقى قطاعا واسع الانتشار له إرثخ في العديد من الدول نتابع التفاصيل في هذا التقرير امتلاك عقار فاخر يحتاج إلى ميزانية غير محدودة ويرتبط الطلب على هذا النوع من العقارات بالأثرياء فقط وتعد العقارات السكنية الفاخرة متعة للأغنياء ورجال الأعمال وفي نفس الوقت فرصة للاستثمار المالي والعقاري وإذا ما أخذنا دبي كمثال والتي تعد جديدا نسبيا في قطاع العقارات الفاخرة بالمقارنة بلندن وسنغافورة حيث تم إقرار ملكية الأجانب للعقار فيها قبل ثمانية عشر عاما فقط نجد أن قيمة المشتريات للشقق الفاخرة والفيلال في دبي في 2019 قد بلغت 42 مليار درهم مقارنة بأربعة وثلاثين مليار في 2018 كأسعار شقق يعني تقدر تبتدي من 18 مليون درهم قابطوا طبعا البوجيت إذا كان 70 مليون إذا كان 100 مليون مصرف الخدمة برضو تختلف من بناء لبناء ففي بنايات تلاقي ابتداء 22 درهم للأدم لغاية 50-60 درهم للأدم برضو على حسب البناء وعلى حسب الخدمات اللي فيها والأمانيتز اللي موجودة في كل بناي عن التاني فبحسب الإحصاءات لدائرة الأراضي والأملاك فقد جاءت منطقة برج خليفة وسط المدينة في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبيعات بـ 7 مليارات وثمانمائة وأربعة وتسعين مليون درهم موزعة على أكثر من 2360 عقار ويضاف إلى أسعار الشقق الفاخرة رسوم خدمات وهي رسوم متكررة يدفعها أصحاب المنازل لصيانة المباني السكنية والتجمعات والتي يتم احتسابها وفقاً للمساحة ففي أبراج أرماني ريزيدنس تصل الرسوم إلى نحو 76 درهم للقدم المربع بينما تنخفض في برج خليفة إلى 52 درهم للقدم المربع ثم تهتمام كبير من المستثمرين العالميين والصناديق الاستثمارية بالاستثمار في القطاع العقاري عموماً وفي دبي خصوصاً لأن هناك سعياً دائماً للبحث عن العوائد علماً أن العوائد التي يقدمها القطاع العقاري السكني هنا تزيد على 7% وأحياناً يمكن أن يصل الرقم هنا إلى 8% أو 9% أو حتى أكثر من 10% وبحسب المؤشر العالمي للعقارات السكنية الفاخرة طباطأ تراجع أسعار العقارات الفاخرة في دبي خلال 2019 ليصل إلى ما دون 1% وذلك بسبب استضافة دبي لمعرض أكسبو 2020 والذي سيعقد للمرة الأولى في المنطقة إذن في هذا الموضوع طيفنا هنا في الستوديو أرحب به المستشار أحمد العدلي المؤسس للعدل للاستشارات القانونية أهلا وسهلا بك سيد أحمد الله يسعد أوقاتك ويعني دعنا هذه المسميات الفاخر والعادي والمتوسط هذه مسميات سوق عقاري لكن قانوناً هل ثمت فرق؟ الحقيقة أن القانون لم يفرق بين أي أنواع من العقارات ووضع القانون يطبق على جميع أنواع العقارات بجميع أشكالها ففخرة وغير فخرة أو كبيرة أو صغيرة القانون واحد يطبق على جميع أنواع العقارات جيد دعنا نتحدث عن خطوات الاتفاق على شراء عقار صحيح أولاً لابد أن يعلم المشتري ما الغرض من الشراء هذا الغرض الاستثمار هذا الغرض الاستخدام هذا الغرض وجوده في يده لمدة طويلة أو مدة قصيرة تحديد الهدف بيحدد طريقة الاتفاق إذا كان الهدف هو هدف استثماري علينا أن نبحث جيداً في طريقة الاستثمار وضعية الاستثمار المكان الذي أستثمر فيه أو أريد أن أشتري فيه عقار أما من حيث الاتفاق فالاتفاق يحدث إما مباشرة مع المطور الذي ينفس المشروع أو عن طريق الوسيط العقاري الذي نسميه البروكر الذي في الوسيط ما بين الاثنين إذا كان مع المطور خلاص الاتفاق واضح وشروط واضح لأنه من يؤسس المشروع أما إذا كان مع الوسيط العقاري فلابد من التأكد أن هذا الوسيط يمثل المطور في عملية البيع لأنه من غير هذه الوكالة لا يكون علاقة قانونية صحيح جيد نعلم جميعا أن هناك اتفاقيات حاجز مبدئي يقوم بها الناس مع المطورين أو حتى مع الوسيط الذي تتحدث عنه صحيح هل هي عقد قانوني ملزم أم ما هي طبيعتها القانونية هذه الورقة أنا أشكر حضرتك على هذا السؤال لأنه السؤال مهم جدا لأنه اتفاقية الحاجز في المطلق هي عقد قانوني مكتمل الأركان وفي حالة الاختلاف أو النزاع يظل هذا هو المفصل ما بين الطرفين في العلاقة ولكن الطبيعي أنه اتفاقية الحاجز بتكون المرحلة الأولى لعقد كامل مكمل بيتطفق عليه الأطراف يعني أنا بوقع مع حضرتك اتفاقية حاجز مبدئي بنضع فيها الشروط الرئيسية ونكمل بعد ذلك العقد بالكامل إن لم يحدث اكتمال العقد أو لم يوقع ما بين الطرفان يعتبر هذا العقد كامل بجميع شروطه وساري مع الطرفين وملزم للطرفين بشكل كامل جيد الله يطمنك جيد تعالنا نتحدث عن هناك التسجيل في شهر العقاري أو السجيل العقاري يسمونه شهر العقاري في بعض الدول والسجيل العقاري في بعض الدول الأخرى ما الذي يعنيه ذلك الحقيقة أن القانون الإماراتي والمنفس في إمارة دبي ألزم كل مطور عقاري بأن أي تصرف يحدث عن طريق البيع والشراء أي علاقة بتكون ما بين المشتري والبيع لا بد أنها تسجل في سجل التصرف العقاري وإن لم يحدث ذلك يعتبر الإجراء باطلا باطلا بطلان مطلقا ولذلك السجل المبدئي أو السجل التسجيل العقاري هذا السجل هو اللي بيرصد فيه جميع التفاصيل بمعنى تاريخ البيع تاريخ الاستلام قيمة العقار وغيرها من التفاصيل اللي لا بد أن تسكر بشكل واضح في هذا السجل فهذا السجل هو اللي بيفسر أو يوضح العلاقة بين الطرفين القيمة تاريخ التسليم تاريخ الإنجاز البداية المشروع كل هذه التفاصيل وهذا الأمر هو أمر حيوي ومن غير يعتبر الإجراء باطلا بطلانا مطلقا جيد دعنا نتحدث أخيرا عن التزامات المطور من جهة والتزامات المشتري بعد التعاقد يعني من حيث الدفعات التي تقدم إلى أي مدى هي يجب أن تتناسب معها يتم من بناء وعمليات تطوير في المبنى نفسه أم ما هي شكل العلاقة صحيح طبعا لكل طرف من طرفي العلاقة التزام بشكل خاص به إذا تكلمنا عن البائع أو المطور فالمطور عليه أنه يلتزم ويا فيه حسب ما اتفق عليه في العقد وهنا الأمر المهم الذي أحب أن نشير إليه أن كل مشتري تحدث معه مشكلة ويكتشف فيه ما بعد أن العقد لم يكن بالشكل الذي أريده لأنه لم يتأكد عند الشراء من بنود العقد المفروض تسكر فيه بشكل كامل وواضح المطور عليه التزام تنفيذ المشروع بالشكل المناسب تسليم المشروع بالشكل المناسب الحفاظ على المواصفات بالشكل الذي تم التعاقد عليها والتزام المشتري هو السادات هو الشرط الرئيسي أو الالتزام الرئيسي على المشتري أنه يسدد حسب الموعيد المتفق عليه في حالة إخلال أي من الطرفين في القانون حدد مصار كل واحد منهم إذا كان المخل هو البائع فالبائع عليه أن يتوجه إلى دائرة الأراضي وتسجيل شك وضد المشتري وبالتالي يطلب من المشتري إلزامه باللسادات أما بالنسبة للمشتري إذا أخلى البائع فعليه التوجه إلى الجهات القضائية للفصل في دعواء ومطالبة بشكل أنا أشكرك المستشار أحمد العدلي المؤسس للعدل للإستجارات القانونية شكرا لوجودك معنا في جلسة الأعمال شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين لمتابعة جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية وبطبيعة الحال كنا في هذه الفقرة القانونية الجديدة في هذا البرنامج الذي يلبس هذه الحلة نتمنى أن نكون دوما معكم على الموعد تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج رفعتي جلسة اشتركوا في القناة